تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما من كانت مصادرهم في تلقي العقيدة مختلفة ومتباينة فإنه تبعا لاختلاف هذه المصادر تختلف عندهم العقائد حتى أهل المصدر الواحد مثلا من يقول إن مصدره في التلقي العقل من يقول إن مصدره في التلقي العقل هل العقول واحدة؟ هل الآراء متفقة؟ إذا كان المصدر في التلقي العقل فنتيجة ذلك أن العقائد ماذا؟ نعم مختلفة والآراء متباينة ولهذا قال بعض المتقدمين لو كانت الأهواء هوا واحدا لقيل إنه الحق لكنها أهواء هذه الأهواء التي نتاج الآراء والعقول والتخرصات والضنون يكفي في الدلالة على فسادها وبطلانها أنها مختلفة ومتناقضة ومتعارضة ومتصادمة بينما من كان مصدر تلقيه كتاب الله من كان مصدر تلقيه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا اختلاف عندهم ولا تناقض ولا تعارض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر